ينضم إلينا من لندن محمد المتحجي الكاتب والباحث السياسي سيد محمد مرحبا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية لماذا توصف بريطانيا بأنها في مأزق الآن بسبب برفض مشروعية هذا القانون الخاص بترحيل طالب اللقوء إلى رواندا في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الأفاضل طبعا هذا القرار يضرب في الصميم أهم مشروع حزب المحافظين ألا وهو تقليص عدد المهاجرين أو اللجوء في بريطانيا وهذا يعتبر إخفاق آخر لحزب المحافظين وعدم قدرته على تمرير وعوده وتنفيذ وعوده فضلا على أن الحزب يشهد صراعا داخليا محتدما ومن فشل إلى فشل ونقطة أخرى أيضا هذا القرار يفسر الصراع بين أجنحة الحكم في بريطانيا خاصة بعد تصدي الملك شارلز العرش في بريطانيا وهو يعرف بسياساته اليسارية الدائمة لحزب المحافظين ودعمه لأجندة المناخ ودعمه لزيادة الهجرة ولديه كانت لديه مؤسسات خيرية هكذا توصف تمول هذه الأجندة وتدعم هذه الأجندة الآن هو ليس على رأس هذه المؤسسات لكن هذه المؤسسات تعمل بقوة ولا ننسى الآن الملك شارلز من خلال بعض الصلاحيات التي لديه يدفع بهذا الاتجاه ولهذا السبب نرى أن السلطة الغضائية تصطدم الآن مع الحكومة في هذا الملف طيب حضرتك وصفت هذا المشروع بأنه أهم مشروع لحزب المحافظين وهذا إخفاق بأنه لم يستطيعوا تمرير هذا المشروع ما البدائل الأخرى الآن أمام المحافظين وزيرة الداخلية تعهدت بأنها ستمرر القانون وهناك طعن سيقدم أيضا أعرب عنه ريشي سوناكا ما الأليات والبدائل الأخرى أمام المحافظين الآن يعني الآن محكمة الاستئناف تقول بأن رواندا ليس بلدا آمنا الآن بإمكان الحكومة أن تذهب إلى المحكمة العليا وتستأنف هذا القرار والمحكمة العليا حتى الآن أظهرت أنها تدعم توجهات الحكومة إن صدر هذا القرار بإمكان الحكومة الاستئناف استئناف أو ترحيل اللاجئين الذين يعبرون البحر لكنه خيارات الأخرى وذهبت إليها طبعا الحكومة البريطانية عقد بعض التوافقات والصفقات مثلا مع فرنسا وحتى بعض الأحيان الحديث عن إسبانيا أن هذه الدول لا تسمح بعبور اللاجئين باتجاه بريطانيا وبإمكان الحكومة أن تذهب باتجاه عقد صفقات مع بعض الدول الأوروبية بهذا الجانب وحتى إيطاليا هناك كانت مفاوضات بين بريطانيا وإيطاليا لتقليص تدفق المهاجرين باتجاه الشمال وباتجاه بريطانيا صحيح تعلم سيد محمد أن المسألة المتعلقة بالهجرة وقوانين الهجرة في الدول الأوروبية كانت محل جدل وخلاف دائما ما بين الدول وكانت دائما يحدث خلافات ما بين زعماء هذه الدول على خلفية اختلاف منهجهم في التعامل مع المهاجرين كما حدث سابقا مع إيطاليا مثلا وفرنسا الآن سؤالي لحضرتك متعلق بي هل سيوازن ريشي سوناك بين هذه المهاجمات والانتقادات التي تقدم له وبين تنفيذ وعد قد أخذه أمام شعبه في لندن طبعا الخلافات الأوروبية أي داخل الاتحاد الأوروبي تساعد حكومة ريشي سوناك لأنه الآن هناك اختلافات عميقة وخلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي في كيفية التعامل مع ملف الهجرة وهذه الخلافات الآن تتصاعد بشكل واضح رغم محاولات ألمانيا لوضع حد لهذه الخلافات لكن إيطاليا ونوعا ما إسبانيا الآن تدفعان باتجاه سياسات أكثر تشددا اتجاه ملف الهجرة وهذا يساعد حكومة ريشي سوناك في التشدد اتجاه هذا الملف طيب سؤالي حضرتك متعلق بعودة قليلا لبداية الوعد بهذا أصلا الأمر مسألة ترحيل طالبي اللقوء ما السبب الرئيسي الذي دفع بريطانيا إلى القبول بهذا المشروع أو المطالبة بهذا القانون وترحيل طالبي اللقوء هل هي ظروف سياسية واقتصادية؟ هل هي ظروف متعلقة بالبلد المضيف التي ترغب بريطانيا في إرسال المهاجرين إليها؟ ما طبيعة هذه الأسباب؟ قبل طبيعة هذه الأسباب هناك نموذج ناجح نفذته أستراليا وقلصت بشكل كبير من عدد اللجوء غير الشرعي من خلال إرسال المهاجرين إلى جزر بعيدة داخل المحيط الهادئ والآن بريطانيا تريد تنفيذ هذا المشروع الناجح على من يريد المجيء إلى بريطانيا بشكل غير شرعي أحد أهم الأسباب هو تأزم الوضع الاقتصادي في بريطانيا الآن بريطانيا تمر بأزمة كبيرة اقتصادية رغم أن وسائل الإعلام والحكومة تحاول تخفيف حجم هذه الأزمة لكن هذه الأزمة الآن تضغط على اقتصاد البلاد وبريطانيا لا يزال لم تستطع أن تحصل على بدائل للاتحاد الأوروبي وشراكاتها مع الاتحاد الأوروبي ما يزيد الطينة بالله أن الاتحاد الأوروبي هو أساسا غارق في أزمة بسبب حرب أوكرانيا وحتى اللحظة وفق ما قاله جوزيف بوريل خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب حرب أوكرانيا وصلت إلى 750 مليار دولار خسائر هائلة تتكبدها الاتحاد الأوروبي حيث لا يستطيع أن يساعد دول أخرى كبريطانيا أو المحاولة من حد تداعيات بريكزيت في بريطانيا طيب سيد محمد هذا على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمستوى السياسي والإنساني ما فهمناه حتى الآن أن هناك انتقادات كبيرة وجهت إلى بريطانيا من المدفعين عن حقوق الإنسان بريطانيا كانت تتزعم هذا الملف تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المهاجرين لماذا في هذا التوقيت تغضي الطرف عن هذه القضية الإنسانية أو لا تستجيب لمطالبات هذه المنظمات أولا هذه المنظمات معروف أنها مسيسة وهي تعتبر ضرع أجندة أو تنفيذ أجندة معينة سياسية وليست إنسانية أوراق ضغط على دول أخرى فمن المفروض أن بريطانيا لا تستخدم هذه الأوراق الضغط والأجندة السياسية ضد نفسها وأساسا داخل بريطانيا الآن المزاج العام للشعب هو ليس أنه يذهب باتجاه مواضيع إنسانية هم يريدون تقليص عدد الهجرة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد البريطاني فالملف الإنساني إن كانت هناك نداءات حقيقية وأنا لا أراها حقيقية حقيقة أنها مسيسة هذه النداءات أهميتها أصبحت أقل نظرا لمصاعب الأزمة الاقتصادية والآن الإعلام البريطاني قليلا بدأ ما يتحدث عن الإضراب عن العمل في بريطانيا الذي شل قطاعات واسعة رغم أن هذه الإضرابات ليست مستمرة لأيام لكنها متقطعة وبدأت تؤذي المواطن وتؤذي الاقتصاد البريطاني نعم طيب سيد محمد في حال فشل تقديم هذا الطعن بالنسبة للمحكمة وأصر القضاء على الكلمة التي قالها في البداية وهي أن رواندا بلد غير آمن لذهاب طالبي اللقوء ماذا ستفعل بريطانيا حينئذ حكومة بريطانيا ستكون في ورطة وحزب المحافظين لأنه إن أرادوا أن يستبدلوا رواندا ببلد آخر هذا يستغرق وقتا طويلا ممكن عام وستكون مشكلة ويخفق مرة أخرى حزب المحافظين في تنفيذ أحد أهم معوده وهذا سيؤثر على الانتخابات التشريعية القادمة أي بمعنى آخر ما يحصل الآن في بريطانيا هو جزء من الصراع السياسي بين الأجنحة والأحزاب للتأثير على نتيجة الانتخابات القادمة بمعنى آخر السلطة الغضائية الآن تدخل على الخط لضرب حزب المحافظين وشعبيته خلال الانتخابات القادمة حتى تكبده المزيد من خسارة أكبر نعم أشكرا جزيري الشكر على هذه التفاصيل من لندن محمد المدحجي الكاتب والباحث السياسي شكرا لك على وجودك معنا